اشتركوا في القناة حال الاسم الذي قبله ويسأل عنه بكيف ويكون دائما منصور اسم النكرة اي غير معرف بأل ومنصور اي نومن بتنوين الفاتح هو له حالات اخرى لكن في هذه المرحلة يطلب منكم ان تميز انه يكون منونا بتنوين الفاتح لنأخذ بعض الامثلة هل ترون الحافلة التي في الصورة نعم كيف مشت هذه الحافلة الجملة مشت الحافلة مسرعة اذا كلمة مسرعة بينت لنا هيئة الحافلة فننظر الى الصورة الثانية المعلمة كيف شرحت المعلمة الدرسة شرحت المعلمة الدرسة مستمتعة اذا كلمة مستمتعة بينت لنا حال المعلمة فلننظر إلى الصورة الأخيرة لدينا طالبة تبتسم وهي تقوم بحل الواجب فماذا نسأل؟ نقول كيف كتب السناء الدرسة؟ الإجابة تكون كتب السناء الدرسة فرحة فكلمة فرحة بيّنت لنا هيئة وحالتنا عند كتابتها للدرس فلننظر إلى هذه الكلمات مستمتعة وفرحة هي كلمات أو أسماء نكرة أي ليست معرفة بأل وهي منصوبة أي وضعنا عليها ثمين الفتح وقد بيّنت لنا حال الكلمة التي قبلها وهي الحافلة والمعلمة والمعلمة وسناء فلننظر إلى هذه الجمل عين الحال في الجمل الآتية شربت العصير مثلجا لأميز الحال أسأل عنه بكيف فأقول كيف شربت العصير؟ الإجابة تكون مثلجا فمثلجا هي الحال الجملة الثانية يحب الناس التاجر أمينا أسأل كيف يحب الناس التاجر؟ الإجابة تكون أمينا فأمينا هي الحال الجملة الثالثة جاء الولد نشيطا كيف جاء الولد؟ نشيطا إذن نشيطا هي الحال لأنها بيّنت لنا حال الولد فلننظر إلى هذه الصور التي أمامي وقم عزيز الطالب بتوضي في حال المناسبة على هذه الصور أرى مسافر وأرى خضار سأضع جملا وعليك عزيز الطالب أن توظف جملا أخرى جاء المسافر سالما من الخارج اشترى أبي الخضارة طازجة من البقالة طيب فكلمة سالما وكلمة طازجة هي الحال في هذه الجمل وضب جملا أخرى على هذه الصور والآن عزيز الطالب كيف نعرب الحال؟ الحال يعرب حالا منصوب على ما تنصبه الفتحة الظاهرة على آخره عليكم أعزاء الطالب بحل الواجب في الصفحة الخامسة والستين وهو السؤال الثالث انتهى الدرس ودمتم سالمين أهلا بكم أحباء الصغار سنتابع درسنا السادسة عشر من قصص العرب وسنتناول فيه درس الكتابة في الصفحة السادسة والستين وهو بعنوان الهمزة المتطرفة الهمزة المتطرفة هي الهمزة التي تأتي في آخر الكلمة فلقد ذكرنا في بداية الصف الرابع أن الهمزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام إذا جاءت في بداية الكلمة فتكون إما همزة قطع أو همزة وصل وإذا جاءت في وطس الكلام تكون الهمزة المتوسطة وإذا جاءت في نهاية الكلمة تكون همزة متطرفة وهو درسنا لهذا اليوم تكتب الهمزة منفردة على السطر إذا سبقت بحرف علة مثل كلمة وفاء وضوء وجريء فجميعكم تعرفون أن حروف العلة هي الألف والوا واليا فإذا جاءت هذه الحروف قبل الهمزة نكتب الهمزة منفردة على السطر وإذا سبقت أيضا الهمزة بحرف صحيح ساكن مثل كلمة عب أو جز فنكتب الهمزة منفردة على السطر فلتنظروا معي أحباء الصغار فلتنظروا إلى هذه الصور ماذا ترون فيها؟ أحسنتم الصورة الأولى هي صورة سماء والتي تليها صحراء وتليها صورة للمساء ثم صورة أصدقاء أحسنتم فهذه الصور جميعها تحتوي على همزة متطرفة تكتب منفردة على السطر والآن يا صغيري هل بإمكانك تفسير سبب كتابة الهمزة منفردة على السطر في الكلمات الآتية؟ الكلمات هي هواء، مليء، ضوضاء كلمة هواء لأن الهمزة المتطرفة سبقت بحرف إلا كلمة مليء لأن الهمزة المتطرفة سبقت بحرف صحيح ساكن وكلمة ضوضاء أيضا لأن الهمزة سبقت بحرف إلا أحسنتم والآن يا صغيري اكتب قاعدة كتابة الهمزة المتطرفة على دفترك وأعطني أمثلة أخرى على هذه الكلمات واجبكم يا صغيري هو السؤال الثاني في الصفحة السادسة والستين ويجب عليكم كتابته على الدفتر انتهى درسنا لهذا اليوم دمتم سالمين أهلا بكم أحبائي طلاب الصف الرابع سنتابع درسنا السادسة عشر وسنتحدث عن المحفوظة في الصفحة الثانية والستين بعنوان هي الأخلاق ومحفوظاتنا لهذا اليوم لها علاقة وسيدة بدرسنا السابق حتى لا تضيع المرؤة فكلاهما يتحدث عن محاسم الأخلاق وعن المرؤة فلنبدأ بقراءة البيت الأول ولنبدأ بالتعرف إلى مهان الكلمات وشرح الأبيات بيتا بيتا البيت الأول هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات المكرمات أي الأخلاق الحسنة وأفعال الخير يقصد الشاعر أن الأخلاق كالنبات فهي تسقى وتتغذى ولكن ما هو الشيء الذي يغذيها ويسقيها ما يغذيها هو الصفات الحميدة فالنباتات إذا اعتنى المزارع بها وثقاها باستمرات فإنها تصبح وتكبر وتصبح قوية وكذا تعطينا ثمارا ناضجة لذيذة وكذلك الأخلاق إذا اهتم بها صاحبها وهذبها فإنها ستنبت وستكبر وستثمر بأخلاق جميلة وتؤثر على الآخرين البيت الثاني يقول تقوم إذا تعهدها المربي على ثاق الفضيلة مثميراتي تعهدها أي تعتنى بها الفضيلة هي حزن الخلق يقول إذا قام ولي الأمر أي المربي إذا قام بغرس هذه الأخلاق الحميدة ومتابعتها في نفوس الأبناء والأولاد الصغار فإنها ستثمر ولكن هل فعلا الأخلاق تثمر؟ هي لا تثمر حقيقة ولكنها هنا صورة فنية أي يظهر أثرها على سلوك الأبناء البيت الثالث ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحضن الأم هذه الخلائق أي الأخلاق يهذبها أي ينقيها ويصلحها فمعنى هذا البيت أن الشاعر لم يرى أحدا يقوم محلة أو مقام الأم بتعليم الأخلاق الحسنة وغرسها وتهذيبها ومتابعتها في نفوس الأبناء البيت الرابع فحضن الأم مدرسة تسامت لتربية البنين أو البنات تسامت أي ارتفعت مكانتها فحضن الأم كالمدرسة ولكن ما وجه الشبه بين حضن الأم والمدرسة كلاهما لهما مكانة عالية المدرسة تعلمنا وتعطينا العلم وتعلمنا الأخلاق والتربية والأم كذلك هي تربينا وتعطينا وتعلمنا حسن الخلق فحضنها كالمدرسة فهي اتفعت بمكانتها لأنها خصصة لتربية البنين والبنات البيت الخامس أليس العلم في الإسلام فرضا على أبنائه وعلى البنات في هذا البيت نتحدث عن أهمية العلم لأن الشاعر هنا يتساءل أليس العلم فرضا في الدين الإسلامي فهو فرض على الذكور كما هو فرض على الإناث وهنا يبين لنا مكانة العلم في الإسلام البيت السابس وكانت أمنا في العلم بحرا تحل لسائلها المشكلات ولكن من هي أمنا؟ أمنا هي السيدة عائشة رضي الله عنها فيقول الشاعر كانت السيدة عائشة رضي الله عنها بحرا ولكن ما وجه الشبه بين البحر وبين السيدة عائشة كلاهما واسع وكبير فالبحر كبير في مداه والسيدة عائشة رضي الله عنها واسعة في علمها وكانت تجيب كل أسئلة المتعلمين وتحل مشاكلهم في العلم والبيت الأخير وعلمها النبي أجل علما فكانت من أجل العالمات أجل أي أعظم قدوتنا في حياتنا هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فقد قام الرسول بتعليم السيدة عائشة أعظم علم وهو كتاب الله وسنة نبيه فكانت رضي الله عنها من أعظم العالمات